بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الخامس العلمي هاي محاضرة ثلاثة من سلسلة محاضرات الفصل الاول لغارتميات بهاي المحاضرة راح نحتي عن اخواص الدالة اللغارتمية تمام خواص الدالة اللغارتمية جدا مهمة وبنفس الوقت جدا بسيطة عند اول خاصية تقول لكل عدد حقيقي موجب لغارتم والخاصية الثانية ليس العدد الحقيقي سالب لغارتم شنو نقصد لكل عدد حقيقي موجب لغارتم وشنو نقصد ليس العدد الحقيقي سالب لغارتم طبعا راح احشيكم يا فالشي بسيط وحسب ما تذكرون انتو شرحنا حتى بالمحاضرة الاولى قلنا انو اذا عندك انت لوغ الواي للأساس اي وشرحنا وجزقنا انو شنو لوغ الواي للأساس اي قلنا انو الواي طينا بعض الملاحظات قلنا انو الواي ينتمي الى الاعداد الحقيقية الموجبة يعني ار الموجبة تمام فقط وعدنا الاي قلنا الاي لازم يكون عندي اكبر من صفر والاي لا يساوي واحد تمام اذا قلنا انو الواي ينتمي الى ار الموجبة والاي لازم يكون اكبر من صفر ولا يساوي واحد شنو الربط بين هذه السدات التذكرة اقولها شرحتها في اول محاضرة وبين الخواص الدال للغارتمية اذا كانت العدد الحقيقي موجب لغارتم وليس العدد الحقيقي صعب لغارتم يعني انت مثلا عندك اهنانة يجيك سؤال قال لك استاذ استاذ بل المدرسة قال لك لغ ثلاثة للاساس اثنين هل هو يمثل لغارتم ام يمثل لغارتم انت راح تجاوب تقول لي يمثل لغارتم حسا يقول ليش انو يمثل لغارتم اقول لك انو قايلي انو ال واي ينتمي الى الاعداد الحقيقية الموجبة والاثنين اللي هو الاي ينتمي الى لازم يكون اكبر من الصفر ولا يساوي واحد اذن انا عندي هنا انا الثلاثة يكون ينتمي الى R الموجبة والاثنين يكون اكبر من صفر والأي لا يساوي واحد اذا تحققت الشرطين اذا تحققت الخاصية الاولى لكل عدد حقيقي موجب لغارتم خلاص انه الثلاثة موجب فاعتبرتها انه من خواصة دالة لغارتمية اذا هي تمثل يمثل لغارتم ليس للعدد الحقيقي صالب لغارتم يعني من انت مثلا اجاك سؤال اخر قال لك الى الثلاثة للأساس صالب اثنيا ستسألك الاستاد نفس السؤال يقول لك هذا يمثل لغارتم ولو لا يمثل لغارتم يقول لك الدول ولماذا لا يمثل لغارتم اذا يقول لك الثلاثة التي اعتبرتها ينتمى الاعداد الحقيقية الموجبة الى R الموجبة بس أنا عندي الأي الأي هي صارت أدي سالب سنين تمام وإحنا مغضيين بالملاحظات قالين أنه لا تكون أكبر من صفر والأي لا تساوي واحد إذن هنا طرعت سالب فإنت شون ترضاها على نفسك أنه هي تقبل أو هي تمثل لغارتهم فإذن هي لا تمثل لغارتهم هاي بالنسبة للخاصيتين الخاصية الأولى والخاصية الثانية خاصية الأولى قلنا لكل عدد حقيقي موجب لغارتهم والثاني قلنا ليس للعدد الحقيقي سالب لغارتهم رح نجي للخاصية الثالثة الخاصية الثالثة نقول لغارتهم الواحد لأي أساس جان يعني لغارتهم الواحد الأساس خمسة لغارتهم الواحد للأساس سبعة لغارتهم الواحد للأساس الثمانية تساوي صفر دائما تمام لغ الواحد للأساس أي يساوي صفر مثال على هذا الشي إذا كان عندي لغ إجاك سؤال قل لك لوغ الواحد للأساس السبعة تمام إذا شفت هيك بالسؤال تمام وقال لك الأستاذ هذا شنو يساوي لي آني أو جاك سؤال قال لك لوغ الواحد للأساس السبعة مباشرة تقول يساوي صفر هسا الأستاذ يقول لك ليش إنه ساويت صفر تقول لأستاذ لأن أنا عندي خاصية من خواصة دلال لغارة نية اللي هي الثالثة تقول لغارة من الواحد لأي أساس يساوي صفر فأنا حققت هاي الخاصية يعني إذا جدتك بالسؤال لوغ الواحد للأساس السبعة تشيلها تعوض ببقانة صفر أول حك الصحيح تمام مثال آخر إذا يقول لي لوغ الواحد للأساس الثمانية تمام أيضا يقول عليه يساوي صفر ليش لأن حققت الخاصية الثالثة لوغ الواحد للأساس يساوي صفر مثال آخر لوغ الواحد للأساس نص واحد على اثنين أقول يساوي صفر ليش؟ لأن لوغ الواحد للأساس يساوي صفر لوغ الواحد هذا لأي أساس يساوي صفر خلاص إذن أنا اعتبرت صفر حسب الخاص الدلال لغارة منها اللي هي الخاصية الثالثة الخاصية الرابعة تقول لوغارة من أي عدد لنفس الأساس يساوي واحد اي عدد لنفس الاساس يساوي واحد يعني لوغ ال اي للاساس اي يساوي واحد شنو يعني يعني مثلا لوغ الخمسة للاساس خمسة اذا شفت هيج بالسؤال مباشرة نقول عليه يساوي واحد رح يساوي لك سؤال يقول لك ليساوي تلياب الواحد حتقول لها استاذ انا حسب الخواصة للغارتمية عند الخاصية الرابعة تقول لغارتم اي عدد لنفس الاساس يساوي واحد هنا لغارتم الخمسة جتني ساوت مع الاساس الخمسة فمباشرة اقول عليه يساوي واحد القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة لقاعدة الرفع في لغارتميات تمام يعني مثلا انت عندك لوغ ال اكس وس ان للاساس اي تمام يساوي ان لوغ ال اكس للاساس ايضا تمام شنو معنات هاي الصيغة وشنو معنات هاي القاعدة الرفع يعني مثلا اذا انت قل لك لوغ ال اكس او شي بر رموزة شحيكيها وبعدين اطيكيها كارقام تمام وللاساس اي انا سويت عمو صارت تساويها هاي يجيت قاعدة الرفع تقول انه الازل الاساس الاس عفوا يم يم ال لوغ تمام فح رح يصير عندي رح يصير عندي ان لوغ ال اكس للاساس اي تمام صارت هي شي والعكس ايضا صحيح على سبيل المثال احنا ناخد هنا تمام يقول المثال عندي لوغ ال اثنين وس اربعة للاساس اثنين تمام للاساس اثنين لوغ ال اثنين وس اربعة اثنين ايجا كيش بالامتحان او بالسؤال يقول لك حل ليها فش رح تسوي انت تقول هاي من قواعد الرفع بالخواص الدالة للوغارتمية فانت عندك هنا قوة فتيجي تنزلها يم من لوغ فصارت عندك اربعة لوغ ال اثنين للاساس اثنين تمام الهنانة انا بس جراحت لك القاعدة بس اكو بيها تكملة شين هي التكملة لو تلاحظوا انه اربعة لوغ ال اثنين للاساس اثنين هنا تحقق الخاصية الرابعة لوغ الوغارتم اي عدد لنفس الاساس يساوي واحد احنا لوغارتم الاثنين للاساس اثنين هي واحد تمام فمنتي تكمل للحالة هتقول اربعة تنزل كما هي ولوغ الاثنين للاساس اثنين حققت لي الخاصية الرابعة فمباشرة تقول عليها واحد مضروبة ويساوي اربعة تمام هاي كانت بالنسبة الى اول خمس قواعد بصورة بسيطة الساعدة هنا هنا الخاصية السادسة والخاصية السابعة طبعا دي الخاص المهمة جدا اللي لازم انت تركزلي عليهم تمام تلقاهنا بكل الاسئلة وكل الامثلة لن الخاصيتين تمام ادي الخاصية الساسة تقول لوغ الاكس للاساس اي تمام زائد لوغ الواي للاساس اي يساوي لوغ الاكس في واي للأساس اي. شنو يقصدوا بهاي الخاصية وشلون صارت هاي تساوي هاي? هسا اشرح الكياه بالتفصيل. مثلا اتقلك هناني. مثلا على سبب طبعا انا ما حشرح الكياه انو اه بالتفصيل كمثال. تمام? لان هي بالامثلة الارقام شوية تقلي الفراز المتكون محددة. بس انا هسا اشرح الكياه كارقام عشوائية. يعني ما احسب عساب انو كتك او السؤال. تمام? بس انو بس اوصل لك فكرة الخاصية يا نزلني. تمام? مثلا اذا اقل لك الخمسة للأساس الثانية. تمام? زائد لوج الاربعة للأساس الثانية ايضا. تمام? لازم تكون الاساسات دائما مشابهة على موضة انت تقدر تحقيق هاي الخاصية السادسة. من يجيك السؤال تمام? يقول لك انو حلية. فانت مباشرة انا شراح تسوي راح تقول انا عندي خاصية السادسة. تقول اذا اكو بيناتهم جمع. تمام? فمباشرة ستسوي اسحب اللوك. تمام? سحب اللوك وتحويل الجمع الى ضرب. والعكس صحيح. اذا الحل ما تشح يصير راح يصير حسب الخاصية السادسة. راح نسحب اللوك للأساس الثانية. تمام? اجيت سحبته. والجمع يتحول الى ضرب بين من وبين من. بين الخمسة وبين الاربعة. يعني بين الاكس وبين الواي. فصار عندي خمسة في اربعة. تمام? هكذا. فصار اصبع مشابهة للنقطة السادسة. من الخواص. بينما اذا اجاب لك العكس شن يعني العكس الصحيح يعني? اذا قل لك لوك الخمسة في اربعة للأساس الثلاثة. تمام? جاكيش بالسؤال فانت شنو ممكن تحله? تمام? راح تقول هاي حسب بدامك وبيناتهم ضرب. تمام? راح تقول هاي الخاصية السادسة. راح احاول الضرب الى جمع. يعني اللي اشان عندي يقلي يقلي والعكس الصحيح. يعني الجمع الى ضرب والضرب الى جمع. وهكذا. راح اجي اوزع اللوك داخل القوس. تمام? فحصير عندي الاساس الثلاثة طبعا جمع الضرب حولها الى جمع. تمام? الاربعة للأساس الثلاثة. لان عزلت الاساس الثلاثة على ال الخمسة والعذابها والجمع حولت الى ضرب. تمام? والحكة الصحية هنا خليت الضرب حضلت الى جمع. وهكذا. هسه عندي الخاصية السابعة. الخاصية السابعة ما تشي تقول. تقول لوق الاكس. للأساس A ناقص تمام لوغ الـ X للأساس A ناقص لوغ الـ Y للأساس A شنو يساوي عدي يساوي لوغ الـ X على Y للأساس A تمام اشلون صارت هي جي أسانا أقول لك طبعا هنا بالعرب سحب لوغ وتحويل الطرح إلى قسمة والعكس الصحيح يعني مثلا إذا أنت جاك بالسؤال قال لك لوغ الأربعة أيضا للأساس الثلاثة ناقص لوغ الـ 3 للأساس عفوا لوغ الـ 2 تمام للأساس الثلاثة فأنا شلون ممكن أحل هاي حسب إذا أجانب السؤال تمام فحقول التحويل مالتي حسب القاعدة السابعة ليش قيت حسب القاعدة السابعة لأنه أكو طرح بما أنه أكو طرح فالشحة سواني رح أسحب لوغ المشترك بينها لوغ الـ 3 هنا أكو وهنا أكو لوغ الثلاثة تمام فراح أسحب لوغ بيناتهم صار لوغ للأساس الثلاثة تمام الطرح هذا الطرح رح أحاولي إلى قسمة قسمة الأربعة على الثنين أربعة على الثنين ها كذا حاولته بينما إذا جاب لك بالعكس صحيح إذا جاب لك لوغ للأساس الثلاثة على خمسة تمام للأساس الثلاثة فأنا ما سأفعل بها الحالة سأوزع لوغ للأساس الثلاثة على الثلاثة وعلى الخمسة وأحول القسمة إلى طرح فاش رح يصير عندي رح يصير عندي لوغ الستة للأساس الثلاثة ناقص لوغ الخمسة للأساس الثلاثة وهكذا هاي بالنسبة للخواص التسادسة والسابعة وهي الأخيرة والمهمة جدا اللي تجي كل سؤال وكل امتحان احتمال أنت تلقي منذني حسب بعد هو الأستاذ ومزال جيش يجيب لك منذني جيب لك منذير مواضيع غادما رح نشرح إن شاء الله تمام هذا الموضوع اللي هو خواص الدلالة اللغراتمية نحن كي طبعا هسا كملنا كل الخواص بس هذا الموضوع هو عبارة عن شنو عبارة عن موضوع جدا مهم وبنفس الوقت سهل يعني جدا مهم بأهمية برودة بالامتحان تمام وسهل بالنسبة لشارح الخواص وطريقة فهم الخواص إليك يعني أنت مجرد هسا بس عيدة مرتين ورائح ومرة وحدة وقالت خلاص أمورك ماشي بموضوع خاص الدلالة اللغراتمية واحتمال التضامن عشرة من عشرة بكل امتحان يجيك إذا كان نهاية كورس وإذا كان قداية كورس أو شهريات وهكذا